بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم math grade 4 وحشتوني جدا math grade 4 النهاردة ان شاء الله نبدأ ده اخد اول درس في منهج الصف الرابع الابتدائي لغات math grade 4 ان شاء الله الكتب لسه ما نزلتش فاحنا هنبدأ النهاردة اول درس بناء على التوقعات اللي احنا كانت نزلة قبل كده بالنسبة لرياضيات الصف الرابع عرب ما تنساش تعملين لايك وشير للفيديو وسبسراي في القناة عشان نكمل شرح math grade 4 ان شاء الله المنهج الجديد بالنسبة ل math grade 4 هو منهج سهل وبسيط ولكن مهم جدا نكون مخلصين منهج grade 3 منهج grade 3 كله هتلاقيه موجود على القناة سواء كان بالنسبة للترم الاول او بالنسبة للترم التاني مهم جدا تكونوا حافظين كويس جدا ال times tables اللي احنا درسناها في grade 3 حاجات كتيرة ان شاء الله في منهج grade 4 هتلاقوها مكررة من منهج grade 3 مع توسع بسيط في كل موضوع درسناه في منهج grade 3 يعني بشكل عام منهج grade 4 ان شاء الله امتداد لمنهج grade 3 نفس الموضوعات ان احنا درسناها في grade 3 هندرسها تاني في grade 4 ولكن بشكل اكثر توسع ممكن يكون المنهج طويل شوية ولكن ان شاء الله سيكون مغطين المنهج بخالوا هنا على القناة بالنسبة للشرق وبالنسبة للتمرنات بازن الله ما تنساش تعملينا لايك وشير للفيديو سبسكرايب في القناة علشان نكمل شرق math grade 4 والتجرر تاني ان لسه الكتب ما نزلتش الناس اللي بتسأل على الكتب دايما في التعليقات اي سؤال يكتبوه في التعليقات ان شاء الله هنرد عليه فاص ب math grade 4 الكتب لسه ما نزلتش والدرس الاول ده بناء على التوقعات او المحتوى اللي نزل بالنسبة لغياضيات ربعة ابتدائية اول درس بيتكلم على digit والstandard form والnumber طبعا احنا درسنا قبل كده standard form والword form والexpanded form طبعا كل ده اخدناه في grade 3 الاضافة الجديدة ان انت هتاخد large numbers يعني هتاخد نفس الحاجات دي بس هتتكلم على large numbers بس هو في اول درس بيفكرك بالفجاه اللي انت درستها في grade 3 في الاول بنقوله ان ال digits are ال digits الموجودة عندنا يا مستر كلنا عارفينها from 0 up to 9 يبقى 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ها يقول لي دول عددهم كام هايقول لي 9 digits اقول له لا مش 9 digits دول 10 digits من الزيرو لغاية 9 انت معاك 10 digits so we can say that we have 10 digits قد بالك بقى ان ال digits دي from 0 to 9 ممكن نسميهم numbers بس مستر number it's called one digit number يعني هو number بس متكون مستر من one digit قد بالك لو احنا عندنا النمبر متكون من two digits بنسميه two digit number لو متكون من three digits بنسميه three digit number لازم تكون حافظ الصيقة دي كويس جدا وتعرف تتكلم يبقى في الاول بنفتكر ان ال digits from 0 to 9 we can say that 0 to 9 are called one digit number اي نمبر في الدنيا بقى بيتكون من ال digits الموجودة from 0 to 9 لو سألك على 9 ممكن تسميها the greatest one digit number the greatest one digit number is هتلاقي نعم هيقض 9 دي وضيف عليها one هتديله 10 10 كنا بنسميها ايه؟ بنسميها the smallest two digit number the smallest two digit number يعني احنا ممكن نبدأ نسمي النمبر من اول 10 10 11 12 and so on تعال نشوف الصور اللي احنا درسناها بالنسبة لأي نمبر في الدنيا اللي هي ال standard form وال word form وال expanded form بناخد example النمبر اللي قدامي ده 6 digit number طب مش معنى انت بدأت ب6 digit number لان احنا ده انتهينا في grade 3 عند 6 digit number تريد أي نمبر start from mr left to right يعني دايما بتبدأ من اليسار الى اليمين علشان تقدر تقرأ العدد طيب how can we read this number to read this number you have to divide it into two groups or two periods يعني لازم تقسموا ل two periods mister you have to divide it from right to left يعني من اليومين للشمال ده three digits comma three digits so you have to use commas to divide the number into two groups or two periods طبعا six five four دي اسمها period three two one دي اسمها period البريد اللي على اليمين دايما بنسميها once period والبريد اللي على اليسار دي بنسميها thousands period طب بنقرأه ازاي one hundred twenty three thousand four hundred fifty six one hundred twenty three thousand four hundred fifty six one hundred twenty three thousand four hundred fifty six مش هوسيك بقى على سبيلينج يعني ما هانتش يغلق فيه الليترز بالخاصة بأي نم لو انا اخدت النمبر one hundred twenty three thousand four hundred fifty six وبدأت اكتب ال value of each digit طبعا انا هقول لك بعد شوية ال places هفكرك بيهم برضه اسنهم في جريد ثري لو انا هبدأ من ال one from left to right ال one mister in hundred thousand so its value is equal to one hundred thousand علشان تكتب ال value of any digit اسهل طريقة انك تكتب ال digit and change all digits to its right to be zeros write the digit and change all digits to its right to be zeros يعني one hundred thousand قد بالك علي مين ال one five digits يبقى خلاص ال five digits عندي هيتغير ويبقوا five zeros خد بالك بقى في طريقة تانية ال one ده في ال hundred thousand place so its value is equal to one times one hundred thousand هتديك one hundred thousand كذلك two two and ten thousand place so its value is equal to two times ten thousand ودي احنا درسناها لما تيجي تعمل any number multiplying by the multiples of ten بتكتب ال two و جنبيها four zeros هتديك twenty thousand three and thousand place خلاص بنفس الاسطوب its value is equal to three thousand four hundred fifty six على طول سماعي مباشرة من الماث هتقول four hundred plus fifty mister plus six بتبالك six and once its value is equal to six five and ten its value is equal to fifty four and hundreds its value is equal to four hundred طيب بتبالك باع ان الصورة الاولية اسمها standard four standard four ادأ لك what's the meaning mister of standard form of a number its mean the number in digits the number in digits صورة التانية one hundred twenty three thousand four hundred fifty six بنسميها ال word form what's the meaning mister of the word form of the number means the number in letters the number in letters or in words بعد الناس بتقولها in words طيب الصورة دي اسمها ايه اسمها طبعا الexpanded form just write the value of each digit write the value of each digit to write the expanded form of a number خد بالك باع ان عندنا هنا different forms of the number لو سألتك انت عندك كده كم فورم علشان تكتب النمبر we have three forms اول فورم هي ال standard form اللي احنا اتعرفنا عليها بعد كده يا مستر ال word form اخر حاجة هي ال expanded form يبقى ما تنساش اي نمبر في الدنيا ممكن حضرتك تكتبوه على هيئة three forms standard form where the form and expanded form واخد بالك انك بتتساءل في three forms يعني لازم تكون عارف three forms كويس جدا بناخد نفس ال example اللي هو one hundred twenty three thousand four hundred fifty six وهنبدأ نتعرف على ال places from right to left لو هتكلم على six mister six in one's place بعد الكتب بتسميها يونت's place برضو صح بيش مشكلة six in one's place its value is equal to six five mister in ten's place its value is equal to fifty four in hundred's place its value is equal to four hundred نفس الكلام اللي احنا قلناه بس بنفتكر كلمة place value يبعنا بنقصد بيها the name of the place three mister in thousand's place its value is equal to three thousand two in ten thousand's place its value is equal to mister twenty thousand one in hundred thousand's place its value is equal to one hundred thousand خد ما لك إن النمبر one hundred twenty three thousand four hundred fifty six تقدر تكتبوك القاتي one hundred thousand plus twenty thousand plus three thousand ودي بنسميها البريد التاني بالخصة بـ thousand period الـ four hundred fifty six يبقى plus four hundred plus fifty mister plus six دي بنسميها ايه بنسميها the expanded form of the number one hundred twenty three thousand four hundred fifty six ما تنساش the name of the place means the place value إنما لو سألك على كلمة value so you have to write the value of the digit يعني for example الفوردني لو قالك the place value of the four is هتقوله على طول hundreds طب لو قال لي the value of the digit for mister is equal to أنا هقوله على طول four hundred فلازم نفرق between mister هكتين كلمة place value means the name of the place كلمة value means the value of the digit يعني هو الـ value بتاعته كان اول اكسرسايز معانا بيقول لي write the place value and the value of the underlined digit in each of the following يعني هو هيحدد لك number يا مستر وهيقول لك النمبر ده فيه underlined digit وبعدين يسألك الـ digit الـ underlined اللحقات التحتيه خط ده مين هو وبعد كده هتكتب place value يعني where did you live لو انا سألتك where did you live ممكن حد يقول لي i am living in Egypt يعني انا عايش في مصر معنى كده اني بيسألك يعني place value يعني الـ digit ده موجود فين يا اما في الـ ones يا اما في tense and so on الـ value بقى هتكتب الـ value الـ first example 54123 هو محدد لي مين يا مستر محدد لي 2 هتقول لي 2 what's the place value of 2 هتقول لي على طول 10s its value is equal to 20 بعض الناس تقولك its value is equal to 2 times 10 بمعنى في tense place يبقى 2 times 10 so its value is equal to 20 نكست 342 three mister the underlined digit the place value of 3 is hundreds its value is equal to 3 times 100 means 300 على طول seventy eight thousand nine seventy eight thousand nine eight mister in thousands place so its value is equal to eight thousand eight thousand اللي بعده لديك six digit number one hundred three thousand ninety eight one hundred three thousand ninety eight the underlined digit is one its value is equal to one hundred thousand what about mister the place value hundred thousands hundred thousands so its value is equal to one hundred thousand thirty three thousand two hundred eleven thirty three thousand two hundred eleven the underlined digit is one the place value of one mister of mister the underlined digit خذ بالك لان عندك الone it's repeated متكرر في الones place والتنس place لكن انا بتكلم على الunderlined digit يبقى على طول هتكتب له الones place so its value is equal to one the next six digit number انت عندك six digit number nine hundred three thousand one hundred two zero mister in what خذ بالك zero هو الـ underlined digit in ten thousand place خذ بالك the value of zero in any place is equal to mister zero يعني zero ما بتتغيرش لو انت عندك ال zero في الones place its value is equal to zero zero in ten place its value is equal to zero zero in thousand place its value is equal to zero and so on eight thousand nine hundred eight thousand nine hundred the underlined digit is eight mister eight in what eight in thousand place so its value is equal to eight thousand بنركز على حاجة مهمة جدا ان انت لما تكتب ال place value ما تنساش انها بتنتهي بلتر اس يعني محدش يقول لي يا مستر الزيرو هنا في ten thousand لا ويحزف الاس لازم تقول ten thousand with s ما تنساش الحيطة دي مهمة جدا وبعض الناس بتتلغبط فيها اول exercise معايا بيقول لي complete the following يعني هو عايزك تكتب هنا standard form of the number او هو ميدي لك expanded form وانت طالب لي هنا يكتب number in digits standard form يعني in digits بيقول لي هنا one thousand plus eight hundred plus ninety plus three طبعا هو هنا مرتبكم ممكن تلاقيهم متلوبطين مفيش مشكلة يبقى انا هكتب كده one thousand eight hundred ninety three one thousand eight hundred ninety three ما تنساش تستخدم القمص ودي ات ميزة مهمة جدا عندنا واحنا بندرس math القمص بتسهلي الموضوع seven thousand plus seven hundred plus forty plus seven يبقى اكتب كده seven thousand seven hundred forty seven يبقى ده النمبر بنقود عندي وبكتب الكاما قد بقى لك انك بتكتب الكاما mister from right to left three digits right comma three digits right comma الكاما بتفسل ما بين two periods مهمة جدا one thousand plus eight hundred plus ten plus seven one thousand eight hundred يبقى اكتب هنا mister one thousand eight hundred mister ten plus seven is equal to seventeen يبقى اكتب كده one thousand eight hundred seventeen five thousand plus two hundred plus forty plus two يبقى اكتبها five thousand two hundred forty two five thousand two hundred forty two بس ان الموضوع الساهل two thousand plus two hundred plus forty two thousand two hundred two hundred forty two two thousand two hundred forty two three thousand plus eight hundred three thousand eight hundred forty one لئي لأنها كتب هنا forty plus one and write eight hundred plus one hundred plus thirty plus eight one hundred plus thirty plus eight one hundred thirty eight وعندك هنا في thousand eight يبقى تقوله eight thousand one hundred thirty eight eight thousand one hundred thirty eight four thousand plus six hundred plus seventy plus two يبقى اكتب هنا four thousand six hundred seventy two four thousand six hundred seventy two eight thousand plus two hundred plus ninety plus five eight thousand two hundred ninety five eight thousand two hundred ninety five six thousand plus one hundred plus forty six thousand one forty six thousand one forty بكده يبقى أنت كتبت اللي احنا كتبناها تعال نشوف اجزامبل على فايف ديجيت نمبر اللي بعده مختلف شوية ليه لان انا عندي هنا فايف ديجيت نمبر كاتب لي ثري هندرد ثاوذند فورتي ثاوذند سيكس ثاوذند سيبن هندرد انت هتجمع ثاوذند مع بعض اخط بالك ان احنا بنشتغل هنا كل الاكسرسايزز بيكون يعني انت ما بتعملش لان بعض الناس بتفهم نوضوء غلط يقول لك اعمل وكده وكلام من ده طبع الكلام ده مش صح ابدا انت هنا هتشتغل هتقدد دي اللي ابنا متكلم عليها في الاول ده وده وده دول تبع ثاوذند طب انا عندي كام ثاوذند يا مستر ثري هندرد فورتي سيكس يبقى انا هبدأ كده فورتي سيكس ثاوذند كاما ان سيبن هندرد بتكتب سيبن هندرد بس في شجر كده فايف هندرد ثاوذند بلاس سيبنتي ثاوذند بلاس ايت ثاوذند هول دول في الثاوذند يبقى اول بيريد عندي فايف هندرد سيبنتي ايت كامل بقى 272 دونت فورتي Medicaid كامل بس Ник 트�onder ايت ثاوذند بلاس اقت احفل ايت ثاوذن يبقى سيفن هندرد ماستر ايتين ثاوذند بعد الناس تلطب تلطب فيه معلش بس�ين بلس ضاوذب مستر ايتين ثاوذند لخم effective يبقى سيفن هندرد ايتين ثاوذند س zastويض现 سكس هندرد سيفنتي سيفن. سكس هندرد سيفنتي سيفن Don't forget to write comma سهل عليك الموضوع 900,000 plus 50,000 plus 3,000 يبقى أنا أقول هنا 953 953 start from left to right متنساش 534 534 and write comma لو أنت تقرى النمبر ستقول 953,534 Next 200,000 plus 20,000 plus 4000 So we get 224,000 224,000 100 plus 70 plus 2 So we get 172 172 100,000 plus 20,000 plus 5,000 So we get 125,000 125,000 693 693 فتبقى لك أن الموضوع سهل ووسيط وكل ده بيجي بالMental Math استعلا نشوف Exercise مختلف شوية على Exercise الأولاني والExercise الثاني هنا محتاجين نكتب المسنج نمبر المسنج نمبر قد يكون موجود عندك في صورة الExpanded Form أو قد يكون عندك في صورة الStandard Form بس الStandard Form هتلاقيها كامل معنا فبس هنا مش طالب منك إنك تكتب الExpanded Form كلها ده هو طالب منك تكتب Missing Number تعالى هنبدأ بإيه؟ علشان تبدأ صح حاول تبدأ بالStandard Form الStandard Form هنا عندي 6-digit number 354,912 يبقى أنا لازم عيني على كل ديجيت هنا هلاقي الValue بتاعته النحية التانية 2-in-one-supply its value is equal to خد بالك إن أنا ممكن أسرع عن موضوع كأن كده شوية بس أنا هشرح الأولى بالتفصيل بعد كده هبقى سريع في اللي بعده 1-in-tenth its value is equal to 10 هتلاقي موجود النحية التانية 9-in-hundreds its value is equal to 900 خد بالك هو ملغبطه معشان ما نتلغبطش 4-in-thousand place its value is equal to 4000 5-in-ten-thousand place its value is equal to 50000 يبقى الكلام على مين؟ الكلام على 3 3-in-hundred-thousand place so its value is equal to 300 Mr. Thousand يبقى النمبر اللي ناقص هنا الميسنج نمبر هو 300,000 ناكست اكسرسايز 412,942 طبعاً أنا عندي الفور والوان والناين الفور والوان والناين وكمان عندي الفور التاني أهي موجودة يبقى الكلام على مين يا مستر والتو كمان موجودة يبقى الكلام على التو دي التو دي موجودة فين يا مستر موجودة في الثاوذن يبقى أنا هكتب two thousand فيش مشكلة طبعاً الكامادية ما بين two zero عشان نبقى عارفين طبعاً عايز تمشي خطو خطوة ما فيش مشكلة برضو اللي بعدها four hundred seventy three thousand أنا عندي seventy thousand قد بقى لك ما عنديش hundred thousand خالص اهي وال zero its value is equal to zero يبقى هو الكلام هنا على الفور وتلاحظ ان الفور مش موجودة هنا يبقى كل اللي هتكتبه four hundred Mr. Thousand تبقى انت كتبت four hundred thousand ليه؟ علشان هنا انا عندي الفور موجودة يا مستر في الهندرد thousandth place ناكست اكسرسايز two hundred seventy six thousand one hundred sixty four طبعاً انت عندك two hundred thousand Mr. Seven في الهندرد thousandth place its value is equal to seventy thousand six thousand its value is equal to six thousand يبقى اول بريد موجود one hundred sixty four انت عندك sixty وعندك four يبقى اللي ناقص عندك مين؟ one hundred next exercise عندك three hundred fifty thousand three hundred thousand fifty thousand خط بقى لك خلاص احنا خلاصنا كده من thousandth period بعد كده عندي eight hundred sixty four eight hundred Mr. Sixty four يبقى هتكتب sixty four خط بقى لك ان هو كتب لك الزيرو ده ممكن استغنى عنه عشان تكون عارف ليه؟ لان the value of zero in any place is equal to zero بس هو كتبها علشان هو يبقى ملتزم بانه هو كتب بالنسبة ل بس ممكن نشطه بيزيله بده مفيش مشكلة يعني زي النمبر اللي قدامي ده two hundred fifty thousand three hundred four يبقى انا ممكن اكتبه two hundred thousand plus fifty thousand plus three hundred plus four يبقى three hundred هاي plus four fifty thousand يبقى انا اللي ناقص لي هنا two hundred thousand يبقى انا هكتب هنا المسنج نمبر is two hundred thousand اهم اكسرسايز عندنا النهاردة هو last اكسرسايز هي choose the correct answer مهم جدا لانه هو بيربط لي كل الحاجات اللي احنا درسناها في الحصة في سؤال choose the correct answer معانا عشر جمل مهمين جدا number one بيقول لي big the number that matches the word form يعني هو كتب لي هنا ال word form وبقول لي هي مين هنا في ال standard form الموجودة five hundred mister twenty one يبقى انا هكتب هنا five hundred twenty one يبقى اللي جابة عندي هتكون five hundred twenty one يبقى الانسر عندك هتكون بيه طبعا ال five نقصة معليش five hundred twenty one number two بيقول لي write the expanded form of two hundred thirty five يبقى انا هكتبها ميستر two hundred plus thirty plus five ويبدأ واشوف فين هنا two hundred plus thirty plus five يبقى ال correct answer عندك هتكون a الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي fill in how many hundreds tens and ones يعني ايه الكلام ده يعني هو بيسألك انت عندك هنا three digit number عندك كان في ال hundreds عندك كان في ال tens عندك كان في ال ones انا لو هتكلم انا ال number ده four hundred fifty seven ميستر يبقى انا عندي four hundred كما five tens يبقى انا هكتب five tens وبعدين seven ones اقعد ادور بقى four hundred اهي five tens موجودة وبعدين seven ones بال correct answer هتكون عندك c لو انت اخدت دي هتلاقيهم لغباتها لك كاتب لك هنا seven hundred four tens five ones اقعد بالك ان هو ناسي هنا ال s لازم يكون كاتب ال s زي ما اتفقنا next number four هنا ملوين لل digit ممكن يقول لي يا مستر تحتي line underlined وممكن يخلي لي اللون مختلف بنسبة لل digit what's the value of the green digit طبعا ال number five hundred seventy two مستر the value of five is five hundred حدا يقول لك ال value of five ممكن تكتبها five times one hundred برضو صح مفيش مشكلة وممكن تقول له five mister in hundreds place in hundreds place طبعا ال hundreds place لو هو سألني على كلمة place value لكن هو سأل على ال value يبقى على طولة correct answer عندك هتكون ايه next exercise number five بيقول لي write the standard form of four hundred plus eighty plus seven four hundred plus eighty plus seven we can write this number mister is four hundred eighty seven so the correct answer is what four hundred eighty seven is B خد بالك من حاجة مهمة هنا الناس بتغلص فيه بعض الناس يكتبوا كده يكتبوا four hundred وبعدين يكتب 80 وبعدين يكتب 7 الكلام ده خطع وتلاقيها متقرر في الأسئلة كتير اللي هو الاختيار C ما تنساش الحتة دي مهمة جدا number six بيقول لي what's the بيقول لي يعني هو بيخيارك هل النمبر اللي هو كاتبه تحت ده الصورة اللي انت شايفها دي هي مما هو هنا بيختبرك بيشوفك عارف معنى مما يعرف معنى مما يعرف مما يعرف مما يعرف مما يعرف مما يعرف مما يبقى انا هنا بنمد النمبر شوية بحيث انها بنكتب الVALUE OF EACH DIGIT طب هو كتب لي هنا ديجت بس يبقى هي الستاندرد فورم طب لو هو كاتب يا مستر الستاندرد فورم هيبقى كتبها ازاي هيبقى كتبها 400 مستر بلاس 90 بلاس 8 ما تنساش الحتة دي مهمة جدا دي هي الستاندرد فورم انما المكتوبة قدامي في السؤال دي هي الستاندرد فورم نمبر 8 بيقول لي how is ازاي 700 بلاس 14 بلاس 5 written in words يعني هو هنا كاتب يا مستر الستاندرد فورم وطالب منك تكتب in letters بقى اللي هي مين ال word form in words مهمة جدا in letters لاثنين واحد 745 745 طبعا بيعتمد هنا على السماعة كأنك انت بتقراها بس 745 اول اختيار 745 يبقى على طول الاختيار هيكون اين لو كملت مكتوب 745 طبعا كأنه 745 منهش معنى 745 لغبطة برضو 7405 دي صح طبعا بل لكن لا تعبر عندي بعض الناس يمشي بطريقة عكسية يقولك انا هكتب ده 7000 يبقى هكتب 7000 وبعدين 4005 يبقى اكتب 400 مستر فايف طبعا ده مختلف عنده مهمة جدا next exercise بيقول لي big the number that matches the word form يعني انت اختار النمبر اللي هو يا مستر بيعبر عنا ال word form طبعا هنا كاتب لي 739 طبعا ساهل جدا 739 اين النمبر 739 يبقى اخد بالك لازم تحديد كويس 739 ليه لانهم كلهم متشابهين لو اريد ده هقوله 397 طبعا ده 379 طبعا ده 793 يبقى مختلفين عن بعض number 10 بيقول لي write 90000 انا هكتب هنا 90000 معناه in thousand period we have 90 كاما 353 أنا كده كتبت النمبر in standard form هو عايز تكتبها in standard form طبعا طارق فين النمبر اللي انت كتبته ده 90353 طبعا هو مجدع طبعا اللي شابه هو اكتر number c اللي هو 90500 503 طبعا عكسها خالص 503 لكن انا المفروض ان انا اختار 353 اهلا بيكو كل great 4 وحشتوني جدا اول حصة النهاردة في منهج math great 4 بالتوفيق ان شاء الله لجميع مش هيسبوا تخافوا ان شاء الله المنهج هيكون مشروح على math score باذن الله شوفكوا على خير ان شاء الله في الحصة اللي جاية وبنأكد تاني ان الكتب بالنسبة لي math great 4 لسه ما ننزلتش فعذرونا لو احنا اتأخرنا شوية في الحصة التانية ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع صحابك وسبسكرايب في القناة